اشتركوا في القناة 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 وش نقدر نديره لأن السياسيين بوحدهم عندهم ما يديروا راخصنا نكونوا كلنا عندنا نفس الهاجس ووعين بالمسائل اللي طارية عندنا باش نقدر نديروا اليد في اليد ونغيروا شوية سعمى من هادشي اللي غاديلوا لأننا نحن محتاجين بهذا الجيل اللي جاي محمد خوي ما يعني شاهدتي فيه أول المجروحة وأي حاجة قلتها في حقو الله مغنوفي حقو مشيحط لي الغنظور برعني أتلج صدري في تشخيص دياله لشخصيات الغنظور غنظور غنظور تقوم تعرفوا بأن هذا الغنظور أنا كنعرفها تشخصي يعني لا أرحمه ولكنت شخصية فيتا شفتها فيتا شفتها وفيتا حضرت عليها وهي كتدبس في السويقة أو كتهضر وكيفش كيهضروا عليه وكيفش كيدخل لكم ميزاريات فيتا شفتها راح طلي الغنظور تصوروا واحد الممثل لي الله البارح مثل سلامة الأب الحنون العاطفي اللي كيهضر مع ابنياته وكيدور ميوت منين داراجة بش يعطيك الغنظور اللي كنا نظره على أخويه كنا نظره على الهرمز وكنا نظرهش على أي واحد كلهم كنا محظوظين جداً أنا والشركة المنتجة وهي شامجباري أنه عندنا واحد الممثلين بحركة باقة الممثلين ولا أروح السادية الذي براكنت هذيك المراض الحومة اللي كنشوفوها ذيك الأم ديالشباب كلهم ديالحومة ذيك المراض المناضلة الباشوشة المسرارة فارح الفاسي أعطت واحد وحد الطراوة وواحد الجمال وواحد يعني واحد العطرية دارت واحد العطرية فضقت دور ما كتصورش أنا سبسبوسي كان رائع وتنظن بأن هاتشي راه باين عزيز حطاب ما كان نهضروش على عزيز حطاب راه عزيز حطاب وهذا الرحان العودة دياله برتقالة الحلوة كما كان قولها أنا أحطط لي ساكينة ساعد داري في حسنانيت ماريال الواز يربي من ستشي واحد ليلى فضيلي أنس جماني ودراري صغار اللي هما أكرم سوهاي المهدي بوشتاوي الغزالة اسميتها بالنوتة اللي عندها تمشي لي اسميتها ندا ندا وسمحولي اللي هربات لي اسميتهم غير هاكاكوة لكن راه من أولهم إلى آخرهم غزالي هشام بالعودي سمحولي ومريم القرع اسماء قرطوبي كلهم أي واحد خدا الدور دياله فغامو شخصو تشخيص رائع بما يرضي ضاميرهم لأنهم فغامو كانوا كيحبوا العمل شنو بيتينين بيعلك الحلاقات المنجين زع ما نقولك شنو كيحين كين قضيات تجارة المخدرات كين الاختصاب ولكن كينين قضايا أهم وأكبر هما اللي جايين فالخمسطاش جايين كينين قضايا يعني أنا كان وعد للجمهور بأن فالخمسطاش اللي جايين هدي شوفوا شي حواج قاسحين شوي كين كيقولون هالفرنسوين مين بصولة تكتو وحتى تحت التعديب لن أعترف عندك شي تكشيطة وجدال العرس ديال بردة والكتورس مرحبا لن أقول رد حكوني واحد البنات في هل القروب وكان وجه لهم تحية لأنهم معرفين رأسهم هل القروب في الفيسبوك وكانتم كتبين في العنوان وهي أنا ريديك الكاتب ومولفا دايما انك ترزي نفسي واحد كان بغيوه قلت لك والله ما نقول لكم شي هاجة اه هو ام بي سي كتبقى هي القناة يعني ديال لبت ولكن انا اشتغلت مع شركة مغربية ليا سبيكتوب على رأسها فاطنة بن كيران كمحيلة تحييو كونغولا شكرا شكرا جزيلا لأن ولا مرة هاد السيدة وقفت لي انا ولمخرج وقالت لنا لا هاد المشاهد من صوره هم شغاليين لا هاد شي غايدو موندك دا لا لا عمرها بالعكس بعض المرات كنا 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 نبغيو نحاولوا عليها وكان ديال تغرق راسها وهاد شي يعني يحسابوا لها شكرا شكرا بزفقاتنا انا اولا انا استاذ صادق الصباح هو والد تصل بيا يعني شخصيا وجاء المغرب ودرنا لقاء انا وياه يعني وظهر لي على رغبته ان انا نشتغل معها على مسلسل وانا لبيت هذا الرغبة بكل فخر وبكل فرح لانا راه صادق الصباح هذا راه صاني النجوم راه مشي اي واحد كتخول له فرصة انه يخدم مع صادق الصباح ويجي صادق الصباح شخصيا باش يستقبلوه ويهضر معاه ومن بعد بيانسوق صادق الصباح فايتك تخدم معه سبيكتوف وذلك شي وكنت ما عارفتش غير المخرج هو لكن كانت فرحتي كبيرة ومفاجأة زوينة بالنسبة لي فاش عارفت بانه هشام جباري هو المخرج لانا كنت باغا نعود الاشتغال مع هشام جباري قد فيتي نخدمنا وانا مع هشام عنا واحد العلاقة اخوية جدا واحد اللي انسجام كبير وعليه نكن فكره يعني مثلا فاش كتخل تشوفه غير الكاستينج فاش كنا كنت تفاهمه على الكاستينج انقلسو ولا واحد متفاهمناش عليه قلت انا لا انا ما بغيتش هذا الا انت بغيتي هذا ولا لا لأ عنا رؤية واحدة وهاتش رائع فاش كل مخرج والسيناريست والانتاج يعني دايلين واحد تولاتي متفاهم دونك سعيدة وفرحانة ومهم عندي انني خدمت مع فاطنة من كيران ومهم جدا انني خدمت مع صدق الصباح ومهم لي يعني فلا كاريغ ديالي ان البت ديال الاعمال ديالي يكون ام بي سي سانك لانا حل اي واحد يكون طموح ان الاعمال دياله تخرج على بره ويشوفوها الناس على بره ووزعمه ويكون خير سافير البلاد ويشتغل يعني مهمة ان سيناريست كان فرحو ان سيناريست اولا مخرج يعني كان عندو عمل خارج بلاده لانو كيكون سافير راكيب مكان الحال كتكون خدم في شي بلاده ولكن دايمن جينسي تتابعك شكون هادك مغربي مهمة عندنا كتشوفو في الكوائي ريال اللي كليلع في الريال بارسلون كده ولكن ما تنقل شو عني وان كده تنقلو المغريبي يعني هذا فخر انا ما تفرجت شو في كل شي عارفة بحكم رمضان وكان عندي بعض الظروف العائلية ولكن تفرجت هكا شي شويش بلا شي حويجت كي طلعولي في مواقع التواصل الاجتماعي شفت شي شوية غد نمشي للشق ديال السيناريو ما نهضرش على الحويج الاخرين باش من باش نقز بيبنا من ناحية السيناريو رادية رادية كينين مواضع ما عمر ما اطرقنا لها موضوع ما كيشبه الموضوع وابقى المسائل ديال الاخراج والانتاج وذك شي كنخليلكم انتم اصحاب الاعلام والنقاد الكلمة انا غيسي ناريت ترجمة نانسي قنقر